ينظر هذا الفهد بتركيز إلى قطيع الخنازير البرية يبحث عن فريسته المحتملة يقترب بخطوات ثابتة وهو مترقب ومتحمس للحظة المناسبة للهجوم لا يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يتمكن الفهد من تحديد فريسته يركز على خنزير بري صغير يبدأ الصياد اللدود المطارد بمهارة فائقة يتحرك بسرعة وينجح في اصطياد الخنزير وزرع أنيابه في رقبته لكن النجاح الذي حققه الفهد لم يدم طويلا حيث يكمن الخطر الحقيقي في أم الخنزير البرية تظهر أم الخنزير في المشهد وتهاجم الفهد بشجاعة وعنف باستخدام قرونها الحادة كوسيلة للدفاع عن صغيرها تنجح الخنزيرة البرية في توجيه ضربة قوية للفهد وترسله في رحلة قصيرة في الهواء قبل أن يفر هاربا بالرغم من هروب الفهد إلا أنه تعرض لإصابات خطيرة ترجمة نانسي قنقر